اشتركوا في القناة في هالفيديو رح نحكي عن مجموعة من بنوك الطاقة الذكية الخاصة بشركة فينسك اولها خلينا نبلش في الشاحن خماسي المنافذ بحيث ان الشاحن نفسه بيمكانك انك تشحن فيه لغاية خمس اجهزة مع بعض في نفس الوقت فعليه خمس منافذ والخمس منافذ هي منافذ ذكية كيف يعني منافذ ذكية؟ المعنى انه كل واحد من المخارج لما تحطه وتشبكه على جهاز بيحدد المنفذ نفسه قديش قدرة الطاقة للجهاز بيحتاجها فلو شبكت عليه على سبيل المثال تليفون او سمارتفون بيعطيه لحاله مباشرة 2.1 ام اما لو شبكت عليه على سبيل المثال ساعة ذكية فلحاله رح ينزل قدرة الطاقة الخارجة منه او الخارجة من هذا المنفذ لتسير اثنين او لتسير واحد او حتى نص ام بحسب ايش الساعة اللي انت شبكه عليه بالزبط فبإمكانك شاحن نفسه ان يحدد قديش القدرة المناسبة للجهاز علشان يعطيها ويشحنه بدون ما يعمل لك اي مشاكل والشاحن حجمه صغير جدا مش راح ياخد مساحة كبيرة عمكتبك وبإمكانك انك تشحم مش بس تليفونات بل ايش يبينش بك يو اس بي ان كان تليفون ان كان ساعة ذكية ان كان حتى شاحن لاسلكي اذا كنت بتملك تليفون بيدعم هالخاصية او حتى بنوك طاقة بالاضافة لامور مثل ادوات التحكم ويدات التحكم اللي عن طريق البلوتوث صراحة هالشاحن صار جزء رئيسي من عندي من المكتب بتاعي بحيث انه دايما صرت اعتمد عليه واختصرت بصراحة مساحة كبيرة انه شلت اربع شواحن كنت استخدمهم وخليت الشاحن هذا لحاله جدا جدا رائع الشاحن الذكي اللي راح نتكلم عنه هو شاحن اصغر شوي من اللي ذكرناه سابقا بحيث انه بيدعم فقط مخرجين مش خمس مخارج ولكن الشاحن ايضا بيعطي قدرة للشاحن لكل الجهازين اللي راح تشبكهم عليه لغاية 2.1 امب واحد من هذول المخارج هو منفذ ذكي مثل ما ذكرنا سابقا بحيث انه بيمكانه ايضا يحدد قديش القدرة اللي بدو يطلعها الشاحن للتليفون الاشي اللي بيناسبه اكثر بيطلعه اياها من المخرج مباشرة بدون اي تدخل منك والشاحن حجمه صغير نوعا ما بحيث انه لو كمدك تختصر موضوع الكيبلات وسوالف تاعة الشاحن الخماسي المنفذ بيمكانك انك تحطه في الحاط مباشرة وبيعطيك منفذين يو اس بي الشاحن الثالث راح نتكلم عنه هو شاحن سيارة بحيث ان نفس الشاحن بيمكانه انه يعطيك قدرة شاحن لجهازين مع بعض لغاية 2.1 امب على كيلة جهازين بتشحنهم على عكس معظم شواحن السيارات اللي بتعطي لغاية 1 مل امب حتى شواحن الشركات الاصلية نفسها بتلاحظ انه بيعطيك قدرة مش عالية جدا فبيمكانك عن طريق الشاحن باستخدام سيارتك انك تشحن لغاية 2.1 امب والشاحن اصلا حجمه صغير بالاضافة انه موجود عليه رنج اضاءة شكله جدا 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 جميل خصوصا بالليل لما تحطه بالشاحن هيك عندك بالسيارة بيكون ماطي لون اضاءة بيعكس على شكل جدا جميل صراحة بالسيارة عندك فبيكون ضعوي بشكل اخضر اما بالنسبة للسعر وكيف تقدر تحصل عليهم فبإمكانك انك تحصل على الشاحن خماسي المنافذ بسعر 25 دولار اما الشاحن الثنائي المنفذ العادي تاع الحيط فسعره 10 دولارات اما شاحن السيارة فسعره 11 دولار طبعا كل هاي الروابط رح تكون موجودة اسفل هالفيديو لموقع فينسك نفسه بالاضافة لروابط لامازون للي بيحب يشتري من امازون ولكن اذا بدك تشتري من امازون سعر الشاحن خماسي المنفذ رح تلاقيه ارخص بحيث انه على امازون سعره 18 دولار اما الباقي في تقريبا نفس السعر كل الروابط رح تلاقوها موجودة اسفل هالفيديو في صندوق الوصف الان اذا حاب تربح شاحن خماسي المنفذ اللي موجود معي حاليا كل عليك تسوي انك تشترك بالقناة بالاضافة انه في عنا رابط لتغريدة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو كل عليك تسوي انك تعملها ريتويت وبالاضافة انك تكون مشترك بالقناة هون وان شاء الله بغض النظر في اي مكان كنت راح اشحن لك اياها لباب بيتك اليوم 30 الشهر ان شاء الله في 15 خمسة رح اعلن عن الفائز واتواصل معه مباشرة واذا ايضا حابين تعرفوا عن الامور والهدايا الجاي ان شاء الله ما تنسوا ايضا تعبونا على شبكات تواصل الاجتماعي اللي هون فيسبوك تويتر انستجرام وجوجل بلس بالاضافة لانه في زر للاشتراك بالقناة اذا مش مشترك اذا عجبك الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشاركوا مع اصدقائك اذا شفتم مفيد ايضا راح تلاقي كمان ثلاث فيديوهات اسفل هالصورة اذا حاب تتابع كمان وكل هالراوط موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو هذا كان كل ايش للفيديو كان معكم صلاة حامد وفي امان الله